الخبر أول الذي عادنا عن أحمد أبو الروب وتهجمه ومشاكله وي نصه ليوتيوبر وطن العربي فوهم اليوتيوبر للثواء مشكلوية هو أسو العراقية يا حبايب فقولهما كانوا أصدقاء ولكن فجأة بعدما أبو الروب نزل هذا المقطع على ريدر للريدر العراقي أسبوما أنه عراقية فقالت أن تشيل الفوله من أحمد أبو الروب وتنطيب لكم ناس الوقت أن تنزل هذا الستوري الذي قاعد نتهجم بي عليه وتقول لي يعني يكون ناس رب العالمي رازقهم بكل شيء يريدونه وحط عينها على رزق الناس يا كثر هالناس وطبعا هو واضح أنه تقصد أحمد أبو الروب تزلت الستوري بعد دقيقتين من بعدما انتشارت الفولو من عنده وبالنسبة الثاني شخص فهو ريدر فريدر داما أحمد أبو الروب كان بياتهم علاقة الصداقة ولكن فجأة أحمد أبو الروب لنسى هذا المقطع اللي صار يتهجم عليه بشكل جدي وقلب المزح الجد صار يتهجم على الريدر ويحرض عليه فالنسبة الثالث يوتيوبر فهو محمد جواني وبعدما أبو الروب صار يتهجم على محمد جواني أول مرة فهد وفاة عبود جبري لما نزل مقطع عليه وبالنسبة الثاني مرة لما محمد جواني صار يدفع عن نورمار هم طلع وتهجم عليه وحدني ثالث مرة إياه حباي بعد أحمد أبو الروب نزع لحسبة الإنستجرام وهذه الستوري شاء كاتب عليها جواني وكاتب ليكيسيز والواحد المغني الأجانب اللي دائم نستار الجسمه بالفيديوهات وجب بناته وبنوع نوعه بكزنه المعون ما قاعد يستزع بمحمد جواني ولكن جيش محمد جواني صار يتهجم على أحمد أبو الروب فخاف هو واحد في هذا الستوري وما بنتبراه بالشخص فكلكم تعرفونه هو نورمار فبعد محمد ليون ما راح اجعله نورمار شخصي ينطلع عرض عليه بالسابق أبو الروب اليوم نزع لحسبة الإنستجرام شوية ستوريات وهذه الستوريات شوحة المتابعين قاعد يقول له أنه نورمار بيض ولازم نضل تجلده من هذا الكلام فأحمد أبو الروب يرد عليه ونصير يجيب أشخاص جديدين عمودي جلدهم شوف الستوري أنا زيقت بدي بدي ناس جداد أستلمهم عارفين خلص أنا حاس حالي يعني قرفت من الناس اللي عندي بدي ناس جداد يكحد يكون مستفز دايما متجدد الاستفزاز مش عارف مين بس وقتم نحبه بلكم التاشركم تهجم أحمد أبو على هذا اليوتيوبر هل تتقاناك ويوتيوبر راح يوقف أحمد أبو مع حده أو لا الخبر الثاني عدنا على مفاجأات اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عدنا هو نور superhero فقفل ما راح تترى بدي نهجب أبو هذه السوريات وبدأ هذه السورية الصريتة لمن خلال إنه راح ينزل المقطع بكرة على الساعة بالأربعة ومنوضح يونgeon مقطعه يسبح به لأن sonts بي لين كانت نازع الملابسه أمار الإوتيوبر الثاني عدنا فهي هيila TV ف labels وص Berakhire فهي ت personalization وتبعى هذه السوريات قاعد slam de youtube على الساعة 2 الموكورة بمفاجئة نارية لأغلب المتابعين توقعون ممكن تطلع زوجها بالبث فقدم نحبا بلكومنتاج قمت حمسين لهذا البث المباشر الخبر الثالث اللي عادة عن ياسو تهديمها على احد الاشخاص فالمعرف انه ياسو نزلت على ثباب الانستغرام هذا الستوري وهذا الستوري جاء حطة بهذه الصورة كتبع عليها بس تغرب من الناس كيف بتكون ببداية طيوبين ومناح وفجأة بيبين وجوههم الحقيقي تهد شيء متعب كيف هيك صار الحياة فالغلب صارت واقعا انه ممكن شخص التقصده هو احمد ابروب واللي قاعد ادافع بي عن ريدر بعد ما نزل المقطع عليه فكتبنا حباب الكمنتاج شاركوا بالكلام يقال تهياسو من التقصد الخبر الرابع اللي عادنا عن يارمار اللي نزلت على حسباب الانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصورة واللي كان تكتب عليه الانسان الناجح واللي يغلق فما قبل ان يغلق الناس هو اللي يغلق فما قبل ان يغلق الناس اذانهم ويفتح ادنى قبل انه يحجون الناس وبالنسبة للقمر مار فالنزلت شوية تستوراتي كانت طالعة بالنسبة المتابين فاكتشفوا انه انوار مار خافي اسم قمر مار من الكوميتات اللي عنده على قناته باليوتيوب قناة على اخر مقطع نزلل ونزل بيع التعليقات ونكتب قمر مار حباب تكتبون قمر مار بهذا الشكل من تكتبون قمر مار طبق او انه بدون نسافة بيناتهم فنكتب قمر مار بهذا الشكل بعد نروح لك المتلاحة ثوالا فنفى التعليق وتعليق الاشخاص الاخر وراي بمفضهم زين نروح لغير الهسابة ونشوف هالي التعليق سيطلع للناس او لا بعمل غير الهسابة ونزل بيع التعليقات ونحن على الكمنة لحظة ثوالا سنشوف انه التعليق مظهر وانه متعليق ذو اشخاص ثانيا ظاهر وطبع انه اطلع انه انكو شخص كاتب القمر القمر طالع ولكن القمر مار شخصيا ما رح يطلع ممكن انكتب بيجي طريقة يطلع اكتبوا الى كومنتات مشاركوا بحركات انوار و SicO Re ان هنا اطلع مقطع